مهرجان الدراما الأول قوة دفع جديدة لصناعة الدراما المصرية وتكريم مبدعيها أنا ببقى سعيدة جدا لما نتكلم عن مهرجان مش عشان إنه مهرجان لأن احنا حنتكلم عن صناعة مهمة صناعة الدراما المصرية صناعة مهمة زي كل الصناعات فيها طقات فيها إبداع فيها عمالة فيها فن فيها منتج في الآخر منتج بيهمنا منتج بيدخل بيوتنا المصرية وبيسافر للبيوت العربية وبيقدم الأفكار المبتعين مزيد من الكلام أكيد مع الأستاذة اللي أنا بعتبرها فنانة في الكتابة وأيضا في التحليل ورؤيتها مهمة جدا اسم كبير زي الأستاذة النقدة خيرية البشلاوي عضو اللجنة التنفيذية للمهرجان يؤكد على أننا أمام مهرجان بالورقة والألم مساء الخير يا فنان مساء الخير أهلا بيك يعني بجد أنا سعيدة لهذا المهرجان كلمين عن الفكرة وفكرة تكريم المبدعين والاهتمام بهذه الصناعة يعني هي مش فكرة جديدة أنت عارفة وأننا كان عندنا مهرجان قوي جدا وكبير وهو مهرجان الإزاع وتلفزيون صحيح والكلام ده انتهى في 2011 مع أنه كان بادي 1995 زي ما حضرك عارفة زي ما حضرك ذكرت دلوقتي صناعة قوية وهي ليست بس قوية طبعا هي مؤثرة جدا نافذة المحتوى مهم حضراتك ورتي فيه حاجات كتير مهمة بس إحنا دلوقتي مهتمين قوي كمان بالمحتوى إن إحنا محتاجين القوى النعمة تشتغل وتخدم على القوى الخشنة صح إن القوى الخشنة بتشتغل حلوة قوي صح وبتعمل دفعة قدام كبيرة الدراما تلفزيونية مطلوب منها إنها تواكب صحيح وتخدم على سياسات الدولة وتخدم على القوى الخشنة وتخدم على البني آدم والشخصية المصرية صح تحتفظ بمكوناتها بقوتها بخصائصها الثقافية وتنقل حياة البيوت الحقيقة ما هي ده آه هو ده نعم بيدخل الأسرة بيأثر في كل أفراد الأسرة إحنا عندنا نسبة أمية مازال عندنا نسبة غياب ثقافي شامل عندنا معركة وعي لازم نشغل عليها كويس قوي لأن في معركة لتزييف الوعد بتشغل علينا إحنا طبعا فإحنا علينا إن إحنا نشتغل بالدراما الدراما قوة ضريبة زي ما الناس مفروض تعرف آه فبتأثر مسألة إن إحنا نحتفي بمهرجان لها وبإنتاجها باعتبارها صناعة قوية صحيح وصناعة قومية وصناعة تقدر تجمع العرب إنها مؤثرة جدا صحيح تجمع الناس على شاشة يعني شاشة واحدة ممكن تجمع الناس في عمل تجمع كل ما هو متحدث بالعربية سواء داخل مصر سواء الإقليم سواء براء مصر حقيقي المهاجرين المصريين كتير قوي برا صحيح مهاجرين العرب كتير قوي برا صحيح الدراما بتوصل لكل ركن في العالم وبالتالي الدراما المصري وبالتالي فعلينا إن إحنا نؤثر الدراما مش بس كمان صناعة مصرية محلية في درامات بتشتغل علينا كمان طبعا طبعا فإحنا لازم نشتغل من هلال هذا الوسيط وفي منصات دلوقتي وفي منصات دلوقتي بتختص إن هي تعمل حاجات وتقدم فكرها وتقدم يعني محتوى من عندها ممكن يبقى مؤثر عليك فبالتالي ردك لازم يكون من خلال أعمالك أنت يعني تحتوي مجتمعك ده تمام مهرجان لحضراتك أشارتي إليه واللي أنا عودة من رجل التحكيم فيه بيديني مؤشر إن الدولة بدأت تنتبه قوي لهذه القوة النعمة وبدأت تمدي إيدها بقوة وتشوف إنها ما ينفعش تتسابل ده بكلمينا عن فئة يعني المهرجان بقى حيعمل إيه تكريم والفئات والتنافس بس حضر لك إحنا طبعا التكريم والتنافس والجوائز أحسن موثل أحسن موصلة أحسن مصور أحسن كل هذه العناصر كل العناصر الفنية ولكن إحنا بنهتم دلوقتي بتقييم ده إحنا عندنا 22 مسلسل تعرضوا في رمضان فعلينا إن إحنا يعني شغلتنا إن إحنا نقيم ونشوف إحنا فين هل هيتم بقى يعني لأن كان فيه دراما وطنية فيه كوميدي فيه اجتماعي هيتم بتصنيفك 22 مسلسل أكيد فيه كل نوعيات دي فعلينا إن إحنا نبص على المحتوى على القوة الفنية على التأثير على الصدى اللي بتحدث الدراما المصرية في محيطها في قليمها خارجها طبعا فإحنا شغلتنا إن إحنا نبقى نعمل نوع من الاسبوت على هذا المنتج القوي المؤثر النافذ اللي إحنا محتاجين له جدا جدا أكيد فده جزء من الاهتمام لأوليت الدولة ممثلة في نقابة المهنة التمثلية إنها تشوف هذا الانتاج المؤثر المحتوى تديره دفعة بمزيد من الاحتفاء به أكيد وأستاذ زيحيا الفخراني هيكون هو رئيس تنفيذي لهذا المهرجان أستاذ زيحيا الفخراني كان موجود معنا في المؤتمر الصحفي وأكيد هو موجود بقوة كبيرا مش بس كمديرتا طيب إلا أنا عايزة أعرفه يعني هذا المهرجان هل هيبقى فيه توصيات بعد مثلا مشاهدة لأنه خليني الأول أعرف رأيها حضرتك بشكل عام عن دراما رمضان عشرين اتنين وعشرين كنتي شايفاها ازاي أنا كنت شايفة إنها يعني إدينا لمحات كده على هي متنوعة جدا بتضم كل القوة الضاربة اللي بتصنع هذا الوسيط فيه اهتمام بالمحتوى فيه اهتمام بالتوجه الوطني للعمل فيه فيه كوميدي فيه العمل الانتاج الضخم فيه كمان انعكاسات لماذا تطور اللغة المرئية المسموعة صحيح فعندك مؤثرات بصرية مؤثرات سماعية صحيح عندك صورة بقت أحسن قوي طبعا تقنيات عالية جدا تقنيات عالية قوي الأداء التمثيلي انت عندك يعني طواقم مش طقم واحد من المواثلين عندك مخرجين وعندك كمان تفريخ لأجيال جديدة في كل المجالات سواء الكتابة الإخراج التمثيل فانت عندك أجيال وبعدين الدراما مؤشر كاشف جدا طبعا مدى التطور اللي بيحصل في القوة نعم صحيح احنا عايزين أكتر عايزين المسلسل التاريخي يكون موجود بقوة عايزين المسلسل الوطني يكون موجود بقوة المسلسل الاجتماعي يكون مهتم بالقضايا المهموم بيها الإنسان المصري والأسرة المصرية المؤثرات على الأسرة المصرية دلوقتي نعندنا تحديات كتير قوية أكيد طب شفتي مثلا مسلسل زي فتن أمل حربي زي ما قلت انتصر للمرأة المصرية يعني وكأنه جاء في توقيت هم جدا خاص بقانون الأحوال الشخصية اللي فيه مشاكل كتيرة جدا يعني بتعيق المرأة ده جزء مهم قوي قوي من وظيفة الدراما إنها تلعب على الوطر الحساس المؤثر في التكوين الأسري وفي التكوين العائلي طبعا أثر وأثر كتير وبعدين لو لو قيمناه فنيا بقى هنلاقي إن العمل الدرامي مش حيأثر إلا إذا كان قوي وإلا إذا كان عنده قدر كبير من المصدقي وبيلمس في أوطار موجودة وحساسة وبعدين فيه أداء تمثيلي رائع وفيه مناخ للأسرة ما تقدريش يقولي إنه مزيف وفيه مشكلة حقيقة بتعاني منها الأسرة بتعاني منها المرأة وفيه تنوع على أكتر من بورتريل المرأة جوه جوه الهسلسل ده وبورتريل الراجل صحيح فإنت عندك تنويع وعندك قضية اجتماعية مهمة قوي وعندك أطفال في القضية دي متأثرين بيها طبعا طبعا وعندك امرأة عاملة مهمومة صحيح مثقلة ومظلومة في نفس الوقت صحيح ومقموعة فده عشان كده سمع وكان ليه صدى كبير وطبعا أثر يعني أنا 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 قاعدة كده متخيلة لو أنا ما كان حضرتك في هذه اللجنة أعتقد هيبقى صعبة قوي السنة دي لأنه حقيقي كان فيه أعمال كتير حلوة كان فيه أعمال حلوة ومؤثر يعني كان فيه أكتر من عمل يعني وفيه كده يعني أشياء كثيرة فهيبقى صعب لاختيار هيبقى صعبة قوي عندك بطلوع الروح كمان طبعا قد إيه أثر طبعا وقد إيه قوي طبعا وقد إيه مش متوقع مثل هذه الجرأة في التناول والجسارة وعرض مشكلة مهمة قوي طب حاجة بتشوفي إزاي يعني مثلا لو بنتكلم كمان بطلوع الروح العائدون كانوا بينقشوا نفس الموضوع تقريبا وهي فكرة داعش كمان الاختيار يعني أنا مثلا بعمل برنامج مع زملاء عرب بيطل الكل فكل حد كان بيقول إحنا عاودين نعمل الاختيار الفلسطيني الاختيار العراقي يعني هم شايفين إن الاختيار أصبح ملحمة لابد إن كل دولة توثق ما يدور فيها من خلال الاختيار شفتي قد إيه رسالة مصر يعني ممكن توصل كده وشفتي قد إيه لعمل الوطني الصادق القوي قوي بلغته لغة مرئية شفتي قد إيه إحنا تطورنا في اللغة التعبرية بالصورة صحيح وقد إيه إحنا بنعمل سيناريوهات ممكن تكون بتهز الجانب الوطني في الشخصية المصرية حسسوا بالاتزام وبتحسس قد إيه إحنا قاعدين وفيه ناس كتير قوي مهمة قوي بتشتغل علينا وبتشتغل لينا صحيح وبتحمينا وبتدفع ضريبة علي قوي فواتير كبيرة قوي بتدفعها عشان كده بقولك إن القوة الخشنة محتاجة إنعكاس لها نستبايد نستبايد يعني أنا لسه بشوف وبرضو حضرتك قولي لي في مدرستين كان في مدرسة في الأعمال الوطنية تقولك ننتظر لما يعدي زمن من التاريخ وبعدين نعرض ماذا دار وماذا حدث وكيف يعني تناولنا هذا ومدرسة تانية بتقول لا بالعكس إحنا مع هذه المدرسة يعني إحنا بنشوف الاختيار اللي إحنا عاشناه واللي إحنا لمسناه واللي الأسر المصرية كلها لمسته وشهدأنا اللي راحه يعني المسلسل وكأنه يزع على الهوى لأنه كل البيوت عاشت ده إنتي شايفة إنه أفضل إن إحنا نوسق وإحنا موجودين في اللحظة أنا مع الاتنين إن إحنا لازم نعود للتاريخ لأن التاريخ بيعيد نفسه بشكل أو بآخر ومع التوثيق مع اللحظة لأن فيه جانب من الاختيار وفيه دوكومنتري والدوكومنتري هنا بدي مصدقية عالية أو للروائي يعني أنت بتعملي مضاهة للدوكومنتري من خلال الروائي ولازم تعمليه بمستوى عالي جدا من المصدقية وبيؤكد هذه المصدقية الشهادة الدوكومنتري اللي أنت قدمتها طبعا فأكيد أكيد القائمين على العمل ده شافوا قد إيه التأثير واسع أكيد هل تتحول الدراما أحيانا لوثيقة جنب الوثائق السلسية؟ كده وثيقة بالتأكيد وبعدين مش بس وثيقة لما جرى وثيقة للمرحلة الاجتماعية وللتطور الاجتماع والأضايا الاجتماعية المطروحة في هذه الفترة يعني من الناس يشوف الاقتجار هيشوف عشرين وعشرين كان في إيه وعشرين وعشرين في إيه وعشرين وواحد وعشرين في إيه هيشوفوا إيه اللي جرى وماذا جرى فعلا في هذه المنطقة من العالم وفي هذه اللحظة من التاريخ في تطوره وفي سيرورته فإحنا محتاجين بشكل حقيقي وملح إن إحنا نعيش هذه الدرامات مع الأسر المصرية خصوصا إن عندنا مؤثرات بتشدك الوراء وعندنا مؤثرات بتحاول تدوب الشخصية المصرية وتحاول إنها تحرمها من قصائصها ومن خصوصيتها ثقافية ومن هويتها لأن شخصية المصرية لها هوية خاصة طبعا وفي محاولة لتزويب الهوية دي وتمسها وبالتالي علينا إن إحنا نشغل مثلها القوة نعمق بقوة ونلتفت بقوة إن إحنا نحتاجين ده جدا شفتي إزاي عمل مثلا زي رجعيني هوا طبعا والهو بناخد فكر كاتب كبير زي أسامة عنور عكاشة ونعود لأجيال زي عشرين وعشرين تمام شفتي التناغم ده إزاي لو شفت الجانب الرومانسي والجانب اللي فيه نوع من النسطالجا وفيه جانب نوع من الانتصار لفكرة التماسك الأسري وفكرة الرجوع للقيم الإنسانية الجيدة والشارع المصري والبيوت المصرية والشارع المصري والأحياء والشخصية المصرية اللي هي بيمثلها خالد النبوي هنا رغم تغريبه صحيح لما رجع من غير ما ينسى المكونات الحقيقية اللي عملت اللي اتبنت عليه اللي اتبنت عليه عودة الأعمال الكوميدية برضو أعتقد دي برضو كانت نقطة مهمة الكبير وبشكل بقى برضو يتماشى مع الأجيال اللي موجودة لا وبعدين أنت ممكن تتخيالي إن الممثلة الفلانية اللي عملت الدور ده مش هتلاقي زيها من كتر ما كانت حبوبة ومحبوبة صح مصر والادة حمية طبعا وطبيعة مصر وجمال مصر هنا الحقيقة الإضاءة عاملة شغل حلو قوي موثلين عاملين شغل حلو قوي الزياء معمولة حلو قوي عملية إعادة أو بحاولة بعث هزيرة بأجواجها الخاصة جدا بالكتابة بقلي فيها رمزية في رمزية كثيرة وفيه أكثر من قرر بس بشكل تاني بالزبط وبعدين فيه ممثلين أبدعه جدا وبعدين عبد الرحيم كامل مع شغل حلو قوي وهو الحقيقة مهتمة قوي بالتاريخ وخياله واسع فكرة الخروج برا للستوديوهات والتصوير في الأماكن المفتوحة ودي كانت موجودة الحقيقة في الدراما السندي موجودة بشكل عالي لقد الدراما بتتطور نقدرش نقول غير كده وإحنا عندنا قدر كبير من الطموح إنها تبقى أكثر وأكثر تطور أكيد هل بعد ما تنتهي اللجنة من الاختيارات حيكون فيه كمان توصيات لدراما العام المقبل مثلا تطرح على صنع الدراما؟ أكيد حيث يكون فيه محاولة بقدر الإمكان تقييم موضوعي بقدر الإمكان أمانة في الجوائز بقدر الإمكان تسليط الدوء على أهم ملامح الدراما عشرين اتنين وعشرين أكيد هل فيه تكريم في المهرجان ده الأسماء بعينها مثلاً ولا حيبقى فقط قاسرة على التنافس على الأعمال؟ أكيد حيبقى فيه تكريم لسه لسه بتبقى أكيد حيبقى حيحصل إنهنا يعني وانت بتقييمة ما تقدريش ما تكرميش طبعاً وما تقدريش ما تعمليش يعني تسليط إضاءة على كل مهورة منور صحيح في هذا المنتج العظيم هل هيكون فينا دوات منقشات خاصة بالدراما صناعة الدراما المحتوى الأعمال الأفكار المحتوى أكيد حنحاول لنقشه كتير وأكيد حنحاول نعمل شغل لإشراك الجمهور كمان آه فيه أعيبقى فيه تفاعل مع سوشال ميديا مع المهرجان مفترض كده ممكن مفترض كده نحن نعمل حدث يسمع ويأثر أيوه ويبقى فيه نوع من التقييم المخلص أعيبقى فيه زيز شكل من الاستفتاءات الجمهرية يبقى مشارك فيها الجمهور يعني إحنا لازم نعمل من الحدث ده تأثير قوي لأنه زي ما الأستاذ جيحة الفخراني قال في المؤتمر الصعفي نحن عايزين نعتبره الدورة زيرو على أساس إنها فرشة صح البداية بداية وفرشة نقدر ننطلق منها يعني ممكن جدا بعد كده الدورات اللي جاية يكون فيها عرب يكون فيها إنتاج عربي طبع لأن إحنا محتاجين جدا نتكامل يكون فيه تكامل نتكامل لأن من القضية واحدة وزي ما حضرتك قلت ونكمل ما يدور في السياسة يعني إحنا شايفين إنه فيه اتحاد عربي الآن يعني آخر قمة كانت موجودة شايفين إنه فيه اتحاد عربي فممكن ده يبقى كمان ظاهر فيه القوى النعمة بشكل عام في الدراما احنا لازم نعرف مثلا إنه فيه أقوى صناعة سينمائية ودرامية في العالم في الويود مثلا دي بتخدم اللي بتابع بتخدم على السياسات الأمريكية طبعا طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت احنا محتاجين نخدم على ما تفعله القوى الخشنة صحيح وما يدور في المجتمع المصري وهو كتير قوي صحيح محتاج تسليط ضوء بالقوى ومحتاج الإنسان المصري يشعر بما يجري في المجتمعه صح يعني يكفي بس حتى إنه نحنا نبدأ نصور في الأماكن الجديدة لأن مصر تغيرت القاهرة تغيرت تماما القاهرة تغيرت كتير بدأت الدراما تعمل كده بتخرج وتعمل كده ونشوف أشياء كتير الحقيقة إحنا يعني متشوقين لهذا المهرجان وأنا متصورة إنه حيكون في الحقيقة شيء جديد وكمان حيدي كده لصناعة الدراما يعني دفع أنهما ينتظروا لا أحسوا أنهنا موجودين وليهم تأثير وطبعا الدراما باب كبير واسع أكيد فعايزين ندخل كل الناس فيه أكيد إحنا حنتبع معاكو وشرفتين ونورتين دايما بكل كلامك النقدة الأستاذة خيرية البشلاوي مشكولك شكرا جزيلا زي ما قلنا كده زي ما قلنا لحضراتكم هذا المهرجان مهرجان ننتظروا جميعا وحضراتكم كجمهور أكيد لكم أكيد كلمة ورأي سيحترمها المهرجان لأنكم أنتم المشاهدين ومن أجلكم يتم تقديم كل الأعمال الدرامية بعد الفقرة التالية بعد فصل قصير هروح للمنايرة مين المنايرة؟ إحنا عارفين الفنان الكينج محمد منير ليجو مهور كبير جدا وده يعني عايز أقول مشوار مشوار عمر فنان لما يقدم مشوار طويل محمد منير بيغني من السبعينات حتى الآن بيبدع وبيقدم مراحل وبيقدم أعمال كتيرة في الدراما وفي السينما وفي الأغنية وفي اللحن وفي الكلمة ففي أجيال وأجيال تأثرت كثيرا إحنا اخترنا عدد من اللي تأثروا بمحمد منير كانوا موجودين في آخر كليب لي ودول مش بس جمهوره ومش بس الألترس بتاعه أو الفانز بتوعه زي ما بنقوله أو معجبيه حنشوف قد إيه تأثروا حنلتقي بيهم بعد قليل ونعيش مع الكنج محمد منير موسيقى